أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشر الحلق المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم هو الجمعة المقابل 22340 الموافق 3011 2018 رقم الحلقة 392 بعنوان الأسد أو النمر يولا أخوة المشاهدون الكرام الموضوع الحلقة لعلها يعني يعني غير النمط السائد لكن هناك عبرة سنأخذها من هذا الحلقة ومن هذا الحيوانين من هذا الحيوانين طبعا النمر البنغالي من رقط هذا وأكبر من الأسد وزناً وجسماً الأسد ميزة بس الشاقي اللي بدل على عنقه الشعر هذا اللي يكبر الأسد بس فقط لكن الأسد يمتاز على النمر بحاجات كثيرة ما هي تفوق الأسد على النمر أن الأسد يعيش في مجموعات متكاتفي تلقى برايد فلايون يعني مقاطع من الأسود يعني 15 أسد ولبوة وأشبال أو أقل وأكثر يعيشون في مجموعات يسيدون في مجموعات يقاتلون في مجموعات أما النمر فلايس لديه هذا السوشال كريتيري أما ما لديه الخاصية هذا الاجتماعية إذن يجب علينا أن نعيش في مجموعات متعاونة متكاتفة تقف مع بعض البعض في المحن والشدايد ونوائب الدهر وبنات الزمن نجد أن التكاتف قوة وأن التفرق ضعف وإنما المؤمن إخوة يعني متكاتفين المؤمن نشد بعضها البنيان المؤمن كالبنيان المرصوص كالجسد الواحد إذا عاشتك منه عضون تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر إذن هذا التعاون التعاون يعني تتعاون الدول للتعاون تنجح اللي ما التعاون ستتفرق التحاد السوفيتي أو يوسي روشا يعني هذا بلد بلد كبير لكن عندما تفككت التحاد كانت أكبر دولة العالم لما تفككت صار الدولات إذن نرجع نقول إن حتى الحيوانات الأسد والنمر الأسد يعيش في مجموعات فاستطاع أن يدافع عن نفسه وينشحر حتى يصير قوة ضالبة لكن النمر يصطاد بمفرده و نيد الله مع الجماعة مشذ شذ في النر الجماعة المتكاتفة ما الجماعة المجرمة ولا الجماعة الباطن لا الجماعة الحق تكون مع الناس تكون بقوة أنت بأخوتك كثيرا وبنفسك قليل إلا إذا الأخوة أو الجماعة على الباطل فأنت أكبر منهم وأنت تصبح أمة والحق أكبر من أي شيء إذا الله معك فمن عليك إذن العبر بالله أصمت الخلق والمخلوقات جماعة وحيوان ونبات لنعتبر منها ونأخذ العبر ولنستخدمها ونستفيد منها ويتكمل حياتنا وحياتنا تعتمد عليها خذ مثل الحمار ما هو الحيوان الذي قدم للإنسان أكبر خدمة هو كام على الإنسان منذ البداية ولذلك هناك عيد للحمار أو للحمير وفي ثمانية يعني مئ من كل سنة لأنها قدم خدمات للبشرية قدمها إلى آخره فنظر حلقة التعاون التكاتف وهذاك الذي أوصى بنائه بنائه وأخذ يعني أربع من العصي أو شيء من هذا وأمرهم أن يكسروها فلا يستطيعوا فأعطى كل واحد عصى فرقها عصي فكسروا العصي كل عصال حالها وهذه تنطبق على قول الثور الذي قال أكلت عندما أكلت الثور الأبيض قصة الأسد المعروفة أنه كان هناك ثلاثة من الأبقار من الثيران فلم استطعوا الأسد لهم ففرق بينهم قال أني أسب واحد من البقر أو من الثيران وقال هذا تركوا إلى آخره خلنا أكله هذا فككم منه فلما أكله ضعفوا فأكلهم واحد واحد فقول تأبى الرماح إذا تجمع التكسر وإذا تفرقت تكسرت أحدا إذن علينا بالنحمة والاجتماع على الحق وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثمان والأدوان تعاون على الحق والتعاون على ما يصلح الناس وما يعني يكون في صالحهم لأن التفرق هو ضعف والرسول صلى الله عليه وسلم قال الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة تركب وخير الراكب أربعة إذن الإسلام علمنا أن نجلس مع الجماعة أن نتكاتف الحق والعاصل أن الإنسان الذي يخص للذين آمنوا ما قال آمن واحد آمنوا وتواصب الحق وتواصب الصبر إذن الجماعة مع الجماعة على الحق أما إذا هناك جماعة أو مجنوعة على الباطل فلا أتركهم هذا إبراهيم على السلام كانوا عن جماعتي وآبائه يعبدون هذه الأسلام وكانوا مجتمع كامل فلم بقي لوحده والله قال إن إبراهيم كان أمه ما يعني إنك لازم يكون الجماعة على الكذب والنفاق والمجاملة والظلم لا يا أخي هذه ليست جماعة ليست الجماعة المطلوبة كما أن جسمك لو فيه مرض تطل تخلص من أرض جسمك أو هو جسمك إذا هو بيأثر على الأجزاء الأخرى فالتكاتف والاجتماع مع الجماعة على الحق جماعة الحق ليست جماعة الباطل ومن هنا لأن رأي أحسن من رأي يعني عندك رأي ورأي ثاني ورأي آخر خمس آراء ما أحسن من رأي واحد لذلك الرأي أحسن من من عشر آراء وأمرهم شورى بينهم حتى الرسول والسلام ورسول الله يحيي له يشاور وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم الجماعة التجمع إذن شورى بينهم يكونوا مجموعة فهذا ما أحببت أن أقول في هذه العجالة من هذين الحيوانين الذين تفوق الأسد على النمر رغم النمر أضخمنا إلى آخر بالعيش في مجموعة تدافع بعضها عن بعض لابوة رضا أشبال ليست بأشبالها ولابوة تذهب إلى الصيد والأسود تتبع الثمن كثير من الأسود فقد حاتها بنتيجة الذماس في هورن القرون القوية تحتخل بطن الأسد كثير سارت وكسرت اللبوات لكن لازم تأكل تعاون تخيل اللبوة ترضى أشبال ليسوا لها وهي تعرف ذلك حتى اللبوة تأخذ الليد تقود اللبوات للصيد وصيد الأبقار ليست بشيء سهل تعرض لها فقط حياتها أحيانا لكن التجمع الجماعة الجماعة للحق لا بد نلزم الجماعة لا بد نلزم الجماعة الذين على الحق إذا صار المجتمع ليس على الحق فاعتزله كما قال السلام يعني يوشك أن كين الخير مع الرجل غنائمات يتتبع بهن شعاف الجبال وبطون الأودية الشعاف الجبال يعني عالي الجبال الجبال مثل يقول الشعاف يعني من علو علم ف التجمع الجماعة ونس ونس والتفرق والمحدة هي مرض وهي قلق وهي ضعف لكن الجماعة التي على الحق أنا حتى ألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته